أهلاً وسهلاً بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض النهاردة وحدة دايرة شكلها جميلة أو يوشيك ممكن نعمل كذا وحدة ونشبهكم في بعض وتبقى مفرش كبير هنعمل الوحدة النهاردة مع بعض هعمل عقدة البداية هنعمل هرتفع عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بالشكل دا كده هروح عند اول غرزة سلسلة وعمل غرزة منزلقة تمانية ترون مع اين حلقة بالشكل دا كده تروحون مع اين حلقة بالشكل دا كده هرتفع غرزة سلسلة وهنعمل جوه الحلقة هذه 24 غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة همسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتنوشر تلاتوشر أربعةوشر خمستوشر ستوشر سبعةوشر سبعةوسل سبعةوشل سبعةوشل إ specification سبعةوشل سبعةوشل واحد وعشرين اثنين وعشرين بعد كده عملت جواد دايلة اللي اتكونت 24 غرزة حشو اروح عند اول غرزة حشو وعمل غرزة منزلقة هنتقل للسطر الثاني مع بعض وهرتفع ثلاثة سلسلة ارتفع اول عمود بلفة وهزود عليهم كمان سلسلتين واحد اثنين وهلف الخيط على الابرة وهسيب غرزة واروح للغرزة اللي بعديها وعمل غرزة عمود بلفة يبقى كيني عملت عمود بلفة سلسلتين عمود بلفة ارتفع سلسلتين وهسيب غرزة واروح للغرزة اللي بعديها وعمل فيها غرزة عمود بلفة سليم السلسلتين وأروح للغرزة اللي أجدها قدام بها غرزة عمود بلفة سليم السلسلتين وأروح للغرزة اللي أجدها وباعدتها قدام بها غرزة تعريف نفا وأعمل سلسلتين وبسيب غرزة وباروح للغرزة اللي بعديها وبعمل فيها غرزة عمود بلفة وبافضل مشى كده بنص الطريقة لنهاية الدور ان انا بارتفع سلسلتين وبسيب غرزة وباروح للغرزة اللي بعديها وبعمل فيها غرزة عمود بلفة ارتفع سلسلتين بسيب غرزة واروح للبعديها وعمل فيها غرزة عمود بلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده كده انا عايز اشتغل جوا الحلقة دي بادخل فيها وعمل غرزة منزلقة بعد كده هرتفع اربعة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة وهلف الخيط على الابرة مرتين وهنشتغل غرزة عمود باثنين لفة بس مش كاملة في نفس المكان هلف الخيط واطلع من حلقتين وهلف الخيط واطلع من حلقتين اشتغل تاني كمان غرزة عمود باثنين لفة هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في فراغ الاثنين سلسلة واسحب الخيط والف الخيط وباطلع من حلقتين والف الخيط وباطلع من حلقتين والف الخيط وباطلع من حلقتين كمان اتغل معي كده تلات حلقات على الابرة اخر عمود هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل جوا فراغ الاثنين سلسلة اصحب الخيط بلف الخيط وبطلع من حلقتين بلف الخيط كمان مرة وبطلع من حلقتين يتكون معي اربع حلقات على الابرة هلف الخيط وطلع من اربع حلقات مع بعض يبقى هتكون معي بالشكل ده كده اعمل خمسة غرزة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهلف الخيط على الابرة مرتين وهنتقل لفراغ الاثنين سلسلة اللي بعدها على طول وهعمل في اربعة غرزة عمود بلفة بس مش كاملة في اول فراغ هيتكون معي اثنين حلقة تاني هلف الخيط على الابرة مرتين وهدخل في نفس الفراغ وعمل غرزة عمود بلفة مش كاملة وهلف الخيط كمان مرة مرتين على الابرة وهدخل في نفس الفراغ وهعمل غرزة عمود بثنين لفة مش كاملة تكون معي اربعة حلقات اخر عمود بثنين لفة تكون هنا معي خمس حلقات فاول فراغ تكون معي اربعة حلقات بس لان انا كنت عملت اول غرزة عمود بثنين لفة وتكون معي اربعة حلقات بتعوط 3 اعمدة بثنين لفة هنا الاربع اعمدة عمدتهم فراغ وبعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنتقل للفراغ الاتنين سلسلة اللي بعدين وعمل نفس النظام اربعة غرز عمود بلفة مش كاملة كده اول عمود كده تتاني عمود كده تتالت عمود كده رابع عمود باتنين لفة اقول معي خمسة حلقات هلف الخيط واطلع من خمس حلقات مع بعض بعد كده بعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبنتقل لفراغ الاتنين سلسلة اللي بعدين على طول وبشتغل اربعة غرزة عمود بلفة باتنين لفة بس مش كاملة كده تتالت تاني كده تتالت كده اربعة بكون معي خمس حلقات بلف الخيط على الابرة وبطلع من خمس حلقات مع بعض بعد كده بشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبنتقل لفراغ الاتنين سلسلة اللي بعدين على طول بشتغل فيه اربعة غرزة عمود بلفة مش كاملة وهفضل ماشي كده بنفس الطريقة للحد ما وصل لآخر الدور اكمل للآخر وارجع لكو دي وارجعت لكو تاني بعد ما وصلت لنهاية الدور اشتغلت بنفس الطريقة ارتفع دلوقتي خمسة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة واعدي سلسلة اتنين تلاتة وادخل في السلسلة الرابعة واعمل فيها غرزة منزلقة بعد كده بارتفع سلسلة وبقص الخيط الزيادة اعملت واحدة سهلة وبسيطة شكلها جميل جدا ممكن نستخدمها وحدات مفرش سرير او مفرش صفرة ونشبكهم في بعض في الفيديو جاي ان شاء الله نتعلم ازاي نشبكهم في بعض ونكبرهم منابل بيهم مفرش كبير لو اعجبكم من الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة اشتركوا في القناة